خلينا نكمل كاملنا برضو من جانب التنظيم من روح لجانب الفني وبيختتم طبعا منتخبنا تدريباته اليوم السعداد اللي خد مباراة الافتتاح غدا ان شاء الله من منتخب مالي وبنجانبه كشف كابتن شاوه غريب الموديل الفني لمنتخب الولومبي يمكن كان من قليل قدع على حضراتكم في شاشة تايم سورت كان فيه مؤتمر الصحفي الخاص بكابتن شاوه غريب وكابتن منتخب مصري كابتن رمضان صبحي اكد ان البطول الكاسي لهم افريقية اللي بتقام في مصر وبتنطلق غدا صعبة جدا اكيد وتشهد مشاركة اقوى منتخبات القرى الافريقية واكد كابتن شاوه غريب ان ضربة البداية اماماني ستكون صعبة وضربة البداية الاصعب دائما للمنتخب المستضيف للبطولة ليه صعبة خلينا نقول يعني بعض الملحوظات في هذا الامر اولها الجماهير اه عامل ايجابي كبير جدا مفروض اي حد بلعب على الارض مع الجماهير ولكن خلينا نراعي ان الفرق دي كمان اول لعبة دي كلها اول مرة تشاهد او تلعب امام ضغط الجماهير ده عليها مسؤولية كبيرة جدا عليها مسؤولية كبيرة تاني وبنأكد وبنقول من بعد الاخفاق المنتخب الاول في البطولة الماضية للكبهار للامر افريقية في مصر اصبح الامال كلها تنصب على هذا المنتخب وده يمكن كانت احد الاسئلة الوجات لرمضان صبحي في المؤتمر الصحفي شايفي ازاي من بعض الاخفاق وايضا كابتن شاوه غريب كل الناس حط عليكم اماما هو بيقوله هو ده اللي احنا بنسعى فيه وده الرسائل اللي منا وبين اللعبين بعضنا البعض اللي احنا عايزين نعمل حاجة عشان خطر بلدنا وعايزين نعمل حاجة عشان اكيد الاخفاق اللي كان في ازهان الجماهير المصرية من المنتخب الاول نحاول نتفاديها عند الشعب المصر اكيد طموح ان احنا نوصل لتوكو عشرين عشرين ولكن كمان موجود عندنا كمان موجود المنتخب كمان حابب انه هو طعم كبير جدا انه هو يحصل كمان على البطولة بما انها متواجدة على اردن شكرا